موسيقى استاني استاني يا تميمة ان الرافة اوه الحسن يطلع المخفي جاب العواف العواف يا اخت بيتي يا علي بقولك ايه عايزكي تامينيه يا اختي تكتو على كعب راكلي من عنايه يا سامي اللي صح يا بيتي يا تميمة اللي سمعته ده ايه يا اختي اللي سمعته ده انك يا اختي كنت شهت والله عيف روحك اه اسا كنت بردانة قلتها تداف بقولك ايه يا بيت يا تميمة انت عارفة ايه بيتي لو سرتيه نفسك اللي عدا فيك يدافة عمرك يختي ما شفتيه في حياتك واي بيتي نزلي ايدك لتتلاسعي اه يوه ليه لو هانا بيتي يختي وقلتلك حاجة عايد فيه يا بيت 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 فيه ايه هانت شافاني حافية او بلعب معاك اللي قولها في الشارع ما تلمي روحك خلاص يا ست تاميمة حلو كده لا يختي مش حلو كده ومالك يختي حطاني في دماغك كده يا بيت انت صعبان علي البهدالة اللي انت فيها دي مش ليك اسمعي مني لا مايصعبش عليك غالي انا بقى فقريه وحب الفقر بس بشارفي اه زيادة بشربها زيادة بقولك يا علي عايزك يا اختي تعبيني كده ايه تتوب من هنا ل هنا ماشي بس كده حاضر يلا قوم يا قاعدة ليه ما عنديش حنة هنا هبقى جيلك ماشي بس ما تتأخرش علي ماشي ما تبليش داي المرة اللي فاتت العوائب اليه تشك في في كعباه حك على انت كمان بقولك ايه شكرا مع الجلبية اخش اقلعبها عشان انزل اشوف الهم من له وراي طب ببيتعلي بقى في اي وقت هستنيك ماشي الله يا صباح الفل يا واني انت مش تبسط شغل الحرامية ده انا شفتك طالعة ومتجايب معاى بقى فطار ومنا نفطر مع بعض انا اكون لقمة وافتح لك نفسك يا اخويا انا ما بافطارش ازاي ما بتفطريش صحاتك طيب ده الفطار ده مهم جدا انت بقى فيتبعيش برامج التليفزيون ولا ايه تعال هنا ده الاستاذ وقل الابراشن بري عامل حيات البرنامج على اهمية الفطار في حيات المصري اول لا بقول لك ايه انا قد جدع اوه اتحلبيني اوه 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 بكيوت اوه انا جايبي الفطار ده عشان يعليلك مزاجة لا يا حبيب انا مزاجة عالية على طول حلو ده نتكلم بقى بقول لك ايه يا لا انت مين اللي حدفك علي انا قاعدة يا اخوة اجيبها كده من مبارح يمين في شمل في دماغي مش جايبك خالص ومش جايبة معايا موضوع الشغل ده يا صدايا عيب كده قوي بقى انت جايبك اللي حتيلي مشاعري عيبها سوسو انا ممكن اخش على بيبتي حتتي وانا فنيتي حاجة مش كويسة يعني مش الشيخ زياد اللي بعتك زياد ايه بس يا سوسو انا بقول لك ايه قلتلك اللي فنيته وفي ضميري عايزة تساعديني وتقوى في جنبي كأنا بقى مش عايزة بلاش لافه ودوراه وانت عايش تشتغل معي ايه بقى ان شاء الله رقاصة ولا مروحة رقاصة ايه انا عايزة اخلع عايزة سيب البلدي عايزة اهج عايزة اخطي الحدود بقى اروح البلدي اللي كلها انها عناشها ها مش بقولوا اللي يخطي يعدي بقولك ايه يلا انا دماغي مش ريقلك خالص هاتم الاخر قولي انت عايزة بالضبط عايزك تزفرين تخرجيني بقى البلدي بقولك ايه جنة اللي يروح هناك يعمل الفلوس اللي هو عايزها عارفة رجل اعماله براسين او كان هو قد كده سافر ايطاليا مكانش عالتو اللضة اتجوز بيطة امرأي اخدت جنسية وانطلق ومن يومها بقى عاجي بتاع مصانع في المصرف كل عدة لو حد قالك ياخوي ان انا فتحاها مكتب سفريات انا ياخوي عمري اللي صفرت حد لبرة ولا جوا ومالو يبقى ليك الصبق ابقى انا اول واحد تعملي معك ايه ده وحستفيد ايه بقى منك ان شاء الله هدعيلك هاهاهي كسبت صلات النعبي ماشي ياحاجره وورك النهار ده بالليل انا مقولش اي حاجة انا فاضي على طول خلاص ايه بتعدي علي او انا راح الشغر وهناك نشوف موضوع السفريات ده هيمشي ازاي الله عليك المروحه بس قلبك مليان خير عشان خطر يا سلام عشان خطر يا ابني مص انا هاشكره ونمشي على طول مش هكلم واللي اقاوحده والله العظيمة حاجة ماينفع الراجل بينزل من صباحات ربنا يروح الشغل بيخلص عالساعة تسعة بالليل ازاي بس؟ طيب خد لنا معا معايد بس هكيد انا شايف انه مالوش لزوم الراجل عمل كده ومش مستني شكرانها من حد ومالو يا ابني برضو نشكره عن اللي عمله معانا هي دي الاصول يا حبيبي طب ماشي انا هزبط معايد اقوللي علي ربنا